في من يدعو دون الله هل الأنبياء الآن والصحابة دون الله ولا فوق الله فهم يدخلون في هذه الآية وأنا أريد الأخ هذا يسمع أهم شيء صحيح من الضرات الشمسية هذا هذا من إيران معكم صميت إن إيراني هذا لمساهم كذا أسبعلي أسبعلي الله تعالى يقول والذين تدعون من دونه كل الأنبياء والصحابة والخلق دون الله فيدخلون في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تعرفون أشياء القطمير والذين داخل التمر على الحصاب الصغيرة الأنبياء الأبيض ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يا علي يا حسين يا زهراء يا عذراء هذه هي الدعوة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا وهم ما يملكون قطمير كيف يستجيبون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يوم تلتق الخصوم يكفرون بشرككم سمى الله من يدعو دون الله يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير آيات صريحة تشرح القلوب بسورة الفاتحة نقراها في اليوم أكثر من مرة إياك نعبد وإياك نستعين لو قراها شخص وهو يعلم بمن يعبد وبمن يستعين والله لا نزع الله منها الأسحار والعيوب ولا رزقها الله من كل مكان إذا ظلمه الإنسان ضربه شخص أصابه مرض إياك نستعين إذا غيري يا الله يستعين بعيسى يستعين بالعذراء يستعين بعلي بالحسين بالبدوي بالجيلاني أنا بك أستعين هل يتركك الله إياك نعبد وإياك نستعين وبعض الناس يقولون اذهب إلى ببر فلان وفلان لا بل بعض الناس لما يقرأ هذه الآية يعاهد الله إياك أداة حصر إياك نعبد وإياك نستعين ويخرج من بيته أو ينتهي من صلاة ويذهب إلى القبور يا علي يا بدوي يا جيلاني يا عيسى نحن قوم واسانا رسول الله بحديث عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام إيش قريبا ما هي الغربة اللي بدأ فيها الإسلام غربة بلال لما كان يضرب بلال بالصياط ويضع عليه الصغر الحار يقول له أبو جهل ومعذبة قل يا هبل أخفف عليك العذاب يقول بلال إيش أحد أحد يعني ما أقول إلا يا الله لا أستعين لا بهبل ولا ببلاد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا الآن هذه الغربة يقول للشخص قل يا بشار وإلا قتلناك قل لا إله إلا بشار وإلا قتلناك لعنه الله يقول للشخص قل يا علي يا حسين وإلا أنت ناصبي محال الدم يقول للشخص قل يا عيسى يا عذراه ولا أنت إرهابي نقتلك متشدد لكن إذا قال يا الله لإن الله قال فلا تدعوا مع الله أحد قتلوه والتموت ليس دمك أغلى من دم حمزة رضي الله الله أكبر أغلى من دم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهم قتلوا لأجل لا إله إلا الله ونحن سنبقى في آذي زمن الغربة بدأ الإسلام غريبا غربة بلال أحد أحد وسيعوذ كما بدأ غريبا غربة أن نقول يا الله وغيرنا يا علي ويا حسين ويا بدوي ويا جيلاني ويا محمد ونحن الله قال فلا تدعوا مع الله أحد قلنا لبيه يا الله نحب علي رضي الله عنه وارضاه نحب الحسين رضي الله عنه نحب الزهراء نحب عيسى عليه السلام نحب العذراء نحب هؤلاء لكن الله قال ادعوني أستجب لكم معدنا بالاستجابة فنقول كفيت يا الله وست في وعدك يا الله فأنت صادق الوعد وعدت بالاستجابة أسأل الله أن يجعلني وإياكم مرفقاء نبينا في الجنة عليه الصلاة والسلام فلنجعل هذه القلوب لا يكون فيها إلا محبة الله سبحانه وتوحيد الله ثم محبة رسول الله الله يحرم وجهي وجوهكم على النار ويجعلني وإياكم من الذين يدعون الناس ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فحال الأمة الإسلامية تجدهم عند القبور هذا الذي يقول يا علي وهذا الذي يقول يا حسين وهذا الذي يقول يا محمد وهذا وإذا أتيت تقول يا أخي اتق الله يقول هؤلاء وسيلة أما سمعت قول الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الله يقول لك فإني قريب وأنت قول وسيلة وجاهه واسطى الله يحفظنا وإياكم الله يرضى عنه ويقبل حديك جزاك الله خيرا وعنا المسلمين نزول القبور لمقصد واحد كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام ألا قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة نزورها نتذكر الآخرة أما أي طلب إياك نامد وإياك نستعي الله يرضى عنه وإحفظنا وأي يكونوا دعاء مهتدين ولو كنتم في غرب الدم فسيسألكم الله عن الكفار الذين حواليكم لماذا لم تنقذونهم من النار فرهم يظنون أنهم على الصواق نبهوهم لدين محمد لا إلا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر المعن الله يرضى عنه وإحفظكم الله يتمل حجكم مه مهتدين